كلوزينا بيكزازا سهلول عنوان كل مرامج دية وفي كل رمضان نزهز منها داري بكل ما تشتهيها عينيها فيها نلقلنج دو ميزان إلكترو ميلا جير تيكنو دو ديكوراسيون المعون وكل مستلزمة الدار بأحسن الأسعار بيكزازا توفوغ لكازا قطرة وحدة فيها برشة بحبة وعلى خطر سحتي وصحة عائلتي أنا اخترت ما حييت ومينيرال ناتورال خالي من النترات الخارية وكلهم الدار خير واختار بأحسن ما تمت الأسعار ستيتي ماركت موجود في حي جوهراء وفي سهلول بحضة ستيك وفي حمام سوسة طريق الشط حضرات المستمعين أهلا ونسهلا بكم في كنوزينا كنوزينا هي الحصة اللي بنينا اللي تعطيكم نصيح طيلة شهر رمضان ويوم نصيح متاعي اللي باش ننصحكم باش تعملوا شربة لسنعة صفور تكون حارة والشربة هذية ما ناخدوها كان شربة رندا عندها شربة بلوزيور نميرو ماذا بكم تاخذوا شويدة للشربة ما تعجنش وبنينا برشا كافيار دو برجين الكافيار دو برجين شنو تاخذوا البيتنجال تنقبوها بالفرشيتة وتحطوها في الفور تخليهو تتيب حتى القشرة متاعها تولي تتكسر بالفرشيتة ومبعد تحلوها تفرغوا اللي فيها وتغفصوه وتعملوا بيوري وتزيدوا عليه الثوم شوية قارس وزيت ملح في الفل أكحل هذية هو الكافيار دو برجين تكون صلاطة بنينها برشا في البلات دو ريزيستانس كوشة علوش تاخذوا العلوش جيغو ومقصوص روف تروف تفوحوه بولكركم والملح وفي الفل أكحل بيسير تحطوه في البلاتو اللي يمشي للكوشة وبيسير البلاتو هذية منين خليناه من عند بيكزازة بيكزازة تلقاه الشواء الكبير متاع الحاجات اللي يمشيوا للكوشة كوشة سواء بلار ولا والأحديد كوشة علوش نكمل الكوشة علوش هذية متنساوش تحطو الثوم الكركم و أكوتا تحطو البصل في اللخر بالكل تحطو البطاطا وتزيدوا في اللخر الطماطم والفلفل في الكوشة علوش وتسقيوا شوية ما في الكوشة سوية من زمان وعلى 180 جرادو وتكون الكوشة علوش حاضرة الأوكلات اللي بيش نعطيكم الوصفة انتحم اللي هو تاجين ريجوتا هذا بش عاوذ البريك وفي الدسير قطو قطو بالخوخ واللوز نبدأوا بال تاجين ريجوتا بالزبناخ لهذا نستحقه 500 جرام علوش بلا شي عظام بهابرا كهو 8 عظمات 100 جرام ريجوتا والريجوتا هذية تجمو تلقاوها في سيتي ماركت سهلول ولا جوهرة ريجوتا شواد وريجوتا حلو بنين برشا ومصلي عني بموجود ومتوفر 500 جرام سبناخ 5 سنتليتر زيت زيتونة 100 جرام بصل يساوي زوز بصلات شوية 50 جرام معناها 4 مغارف بطماطم معجونة مغارفة هريسة ملح بفلكحل وخبز خبز منفخ في الماء وشوية زبدة باي نبدأوا الحم نقصوه جوية جوية ونحطوه ملح وفلفل أكعل ونقليوه في الزيت مع البصل والطماطم معجونة والهريسة نزيدوه شوية ما كويس ما ونخليوه يتيب حتى يشيح من ما متاعه من جهة أخرى باش نخصلو السبناخ نخصلوه بالجدار بالجدار ودو بالكوم التراب ونصمتوه في شوية ما بالملح علش الملح الملح يفكسي الكولور متاع السبناخ ما يخليش السبناخ يدهش يخليه ديما أخذر غامق كيما تعرفوه الخبز اللي هو منفخ في الماء ننزلو عليه نخرجوه الماء متاعه ونغفصه بالفرشيتة باش نعملو الخليط متاعنا اللي هو متكون من الحم اللي برد من السبناخ اللي قاسيناه جوية جوية بعد ما عملناه بلانشير بعد ما سمطناه ونزيدو عليه الخبز المنفخ اللي عصرناه الريغوتا الفلكحال ونخلطو بالجداب بالجداب هذي الحشو اللي بشيكون في التاجين ناخدو فورما متاع جاتو اللي يمشي للكوشة ندنوه بالزيت ونصبو الخليط هذي اللي اتكلمنا عليه ونحطوه في كوشة مسخدة من قبل بمئة وثمانين جرادو نخليو التاجين يتيب لمدة عشرين دقيقة نشبدوهم الفور بيسير نخصوه أبراج أبراج ونزيدو عليه شوية زبدة باش تزيد تغطيه مطعم ونكحة هذي هو التاجين ونتعدو للبلاء اللي بعده نجيول الدسير اللي هو قطو بالمشماش واللوز لهذا نستحقه 150 جرام زبدة 150 جرام سكر القشرة تاع برقدان ربي باكو فانيليا سكر فانيليا 3 عظمات 75 جرام لوز مرحي 150 جرام فارينة والفارينة هذي ما تكون كان فارينة رندة فاما فارينة سبيسيال للقاتو برينا برشا وتساعدكم في الخليط متاع العجين متاع القاتو ناخذوا كيلو مشماش الكيلو مشماش هذي نتوقع للكم بعد كيفاش باش نعملولو زوز مغارف زبدة وزوز مغارف شابلوير نبدأوا أول حاجة ناخذوا المشماش نحيوه من القلوب متاعه نخليوه أنصاف ونطيبوه سيروه في ماء ونجموه نستعملوه في كل وقت ناخذوا ميكسير ميكسير اللي خلط القاتو ونخلطوا نميكسيوا الزبدة والسكر مع بعضه حتى يولي موس نزيدوا عليها الرابيور دورانج القشنة والسكر ونواصلوا الخليط ونزيدوا بالعظمة بالعظمة عنا قداش من عظمة عنا عنا ثلاثة عظمات نزيدوا بالعظمة بالعظمة ونكملوا نخلطوا هذي الكل نزيدوا على هذي الكل نزيدوا والفارينة لكن الفارينة ماذا بنا تكون تميزة فيلترية تحطوها في فيلتر وتعملوها تغربلوها باش تاخل تهويوها باش تكون خير في الخليط ونخلطوا الكل في الكل ديما بالميكسير نخلطوا هذا الكل ونخليوا العجينة هذية ترتاح شوية لدينا لدينا تاخذ مول مول اللي تحل على جنب المول اللي تحل على جنب وتحطو الخليط هذية تطرحو الخليط هذية بالقلقال على بينصور المول هذية قبل تحطوه شوية في القاعة متاعه باش العجين ما يلسقش دونك ونبعد نطرحو العجين متاعنا بالقلقال نصبو اللي خلطناه هذية اللي براي هذية الكل ونطرحوه على المول الكل بينصور نحطوه ونحطوه المرة هذية كان نجمته يتيب القطو هذية في وإلا إذا صعبت عليكم الدنيا وصعبت عليكم الحاجة تجمو الطيبو في ميا وستين قرادو لمدة خمسة وعشرين إلى تثين دقيقة تخذوا وتحطو في القطو وتشوفوا إذا خرج مبلول معناها ما زال ما ما طابش تواصلوا فالاخر بالكل خرجتوا القطو من الكوشة ترشوا عليه شوية شوكرا وتاكلوا بشفة هذية هما الوصفات اللي أعطيتهم لكم تاجين ريجوتا بالزبناخ و ان شاء الله تكون موافق على وتنجحوا فيها الرساة هذه على خطر سهلة مالة ما فماش صعوبة برشا أنا أذكركم وقلي تقول الله هو أكبر باش تشربوا كسماء وشربوه ماء معدني حيات اللي فيه 0% نيترات وباهي صحي وباهي للبدن الوصفات هذو ما وين باش نلقاهم نلقاهم على الـ حاجة هاي لا تجمو تلقاها تقيدوها سهلة سهلة أنا مازال كان باش نعطيكم موعد غدوة ان شاء الله في نفس الوقت ونقول لكم شي طيبة كنوزينا كنوزينا برحاية في العز عندك ما تختار خضرة نار وخضارها كبار لمستها فيانا ذوق في السكر حار من البحر والبحار تتقلع النار سرها لحكار تخير وتختار إلا المقرونة هي بنت الدار المقرونة عندها اسمه برندا بيكزازا سهلول عنوان كل مرامج دي وفي كل رمضان نزهز منها داري بكل ما تشتهيه عيني في هانا القلنج دو ميزان إلكترو ميناجي اختيك نو دو ديكوراسيون المعون وكل مستلزمة الدار بأحسن الأسعار بيكزازا توفوغ لكازا قطرة واحدة فيها برشة بحبة وعلى خطر صحتي وصحة عائلتي أنا اخترت ما حييت ومينيرال ناتوريل خالي من النترات الخارية وكل ميهم الدار خير واختار بأحسن ما تمت الأسعار ستيتي ماركت موجود في حي جوهراء وفي سهلول بحبة ستيك وفي حمام سوسة طريق الشبط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر